السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن الطريقة الثانية لقياس الماكرو ادوبشن أو تبني البيم على مستوى البلاد ومع المستوى الصناعة وعلى مستوى المستوى الكبرى وعلى مستوى حاجة صغيرة وعلى مستوى شركة اللي احنا بنحاول نقيسه على مستوى كبير. ده جزء من البيم في رومورك للدكتور بلاد السكر. رحنا اشرحنا اول طريقة The Future Areas من نوعات الانتشار. نتحدث عن نتج المكونات. فجرته ببساطة ان انا عندي ثمان مكونات رأسيين موجودين على اساس اقدر اقول ان انا عندي بيم ولا لا. وعندي خمس مراحل يعني عندي هنا ثمان مكونات رأسيين. وعندي خمس مراحل من ادر المستن هنا. المرحلة برا دي ما فيش معرفة بالبيم ما فيش منطقة من الدباب حوالين موضوع البيم دوت. المنطقة اللي بعد كده في بدأ خطوة ناحية البيم. اللي بعد كده بيوقفي خطوة اكتر لحد ما توصل الى هنا يقدر تقول ان المنطقة دي خلاص اتمال البيم او بقت ماشي على البيم صح. ممكن تجي في دولة فتلاقي مسلا ان اول حاجة هنا اللي هي الوبجيكتف اول نقطة بس هي اللي بتحقق فيه. بعد كده تلاقي هنا مسلا ده بتحقق فيه دي و ديت. ما نفعش ديت تحقق قبل اللي برا تكون بتحقق. دي فكرة المصفات ديت. بيبقى شريحة كبيرة من الشركات بتملاها. وبنبدأ ندرس هل فعلا فيه توجه ناحية البيم ولا لا? هل فيه قوانين ولا لا? هل فيه تعليم ولا لا? وهو استقصاء عبارة عن نقطة واضحة وصريحة بتعلم صحة ولا غلط. ففي الاخر بيطلع لك تقييم الجامل للدولة فتقدر تقارب من دولة ودولة هل فيه مستقبل البيم ولا لا? يعني نقدر نقول لما نعملها مثلا بين كاتر والامرات نقدر نقول اه لا ده قطر فعلا متفاوقة في نقاط والامرات متفاوقة في نقاط ونشوف مصر برضو ونشوف الدول ونبدأ نكرم بينهم ونشوف كل الدولة فيها متفاوقة فيها. الهدف ان انت تتنيل وتطور وتروح للمستواء اعلى. اول حاجة مسلا عندي الوبجيكتف استيجيس اند مايلستون يعني هل فيه اهداف واضحة للتحول ناحية البيم هل انا عندي استراتيجية تبع الدولة كلها ناحية البيم ولا ما فيهش استراتيجية. دي اول النقطة. اه الدرايفرز هل انت عندك ناس بتكون اه ناحية البيم ولا اه? يعني ممكن تكون الحاجة دي عبارة عن اه منظمات يعني مثلا هنا فيه حاجة سماكي وبيم او فيه بعض المنظمات اللي راحب بينضم لها بتبدأ تشوف ازاي نطبق البيم في البلاد. عن سبيل المثال مسلا السفارة البريطانية في بعض الدول بتبقى محتمية بالموضوع دوت. فبتبقى ديفع ممكن تكون شركة سوفتوير عايزة تبدأ تدخل السوق وتكون هي الاساس. فهي بتبدأ تعمل ندوات وتعمل كذا وتبقى هي الاساس. ممكن يكون اشخاص يعني في بعض الاشخاص المتميزين في بلد معينة فيرجح القوة البيم في الدولة ديت. بعد كده بنيجي للفريمورك الاطار العام التنظيمي هل فيه سياسات او فيه قوانين بتدعم الموضوع دوت هل لو حصل اي مشكلة هل القوانين مثلا عارفة ايه هو البيم او كده. وبعد كده هندي الكتب والمنشورات التسحق التأديره هل فعلا فيه ناس بتكتب وبتنشر وفيه دراسات معمولة ولا لا في الموضوع دوت. ممكن يكون مثلا البلد مش مهتمية بالموضوع دوت دلوقتي فهنفيش كتب ونفيش دراسات لا فيه مجالة مثلا زي بيم ارابية موجودة في المكان دوت. وبتدعمه وبتغطي كل المشاريع اللي موجودة فيه فده بيرجح الكفة بتاعته. المتعليم فيه متوفر التعليم ولا لا. سواء في الجماعات او في سوق العمل ممكن يكون فيه مثلا الناس بتدي كورسات او فيه ناس بتدي دورات بتسهل الموضوع دوت. ده من ضمن الحاجات اللي لازم تتقيم. وبعد كده منتكلم على القياس مستوى البيم وفيه عندي بيش ماركس يقدر يقولي احنا وصلنا الفين. ممكن تكون معايير خاصة بالدولة او تكون معايير دولية وتم اعتمدها. انا لايه عندي برضو الستاندرد بارتس اند دلياف ارابلس. اقل لو انا احتاجت مثلا اي مكونات مثلا بواب شبابيك هل قادر احصل عليها بسهولة ولا لا. الاخرى حاجة التكنولوجي انفراوركس اللي هي السوفت وير والهارد وير هل هي فعلا موجودة ومتوفرة ولا فيه عندي مشاكل في الحصول عليها. ممكن تكون مشاكل مادية مثلا اسعار غالية فيها. فاحنا ممكن هنبدأ بعد كنشوف الخمس حاجات الاسيين عند اول مستوى دوت المستوى التاني بيبقى فيه تعريف بيه. المنشط بدأت انت تتحكم فيه. بقى فيه نوع من الزكاء. وفيه نوع من التكاون مع بعض. الاقتمايزة ده اعلى مستوى. فبتبدأ تشوف انت وصلت الان المستوى فيهم. وبتبدأ تشوف ايه الخطوات اللي عملها عشان اتنقل المستوى دوت للمستوى دوت. يعني هو اصلا القياس نفسه انا بقيس. بعرف ايه اللي انا محتاجه عشان اتنقل المرحلة الثانية. بص على المرحلة الثانية كده ايه اللي المفروض ان انا نعمله. فبتبدأ تشوف مثلا الوبجيكتف ستيجيس. تبدأ تقيم في بعض النقاط الواضحة الصريحة. يعني بيش بيقايم انت من واحد العشرة. لا ده هو بيديك وراء ويقولك. هل متحايا معك الرقم واحد ولا اثنين ولا اثنين ولا اثنين ولا اثنين ولا اثنين ولا اثنين. يعني مثلا الوبجيكتف هتلاقي بعض العناصر اللي انا شوفها مع بعض دلوقتي. يبدأ يقولك ما عندكش انت سوق للبيم اللي ما فيش اهداف. والخطوات بتاعت البيم بش واضحة في دبابية. فيش اي معلومات خالص. ده يبقى انت كده هيق موجود هنا. تبدأ تشوف الحالة اللي بعد كده انت بدأت تبقى فيه معرفة بالاهداف بتاعت البيم. معرفة مخدتش خطوات واضحة. هنا بقى فيه خلاص تحكم مقدار للموضوع. هنا الموضوع بقى فيه متكامل مع البوليسيز والبروسيز والتكنولوجي. فانت وصلت للموضوع دي. بعد كده هنا البيم ابجيكتف اند استراتيجي بقى خلاص متعرف واضحة جدا. ومعثر في كل مكان. وبقى معتمد ورئاس الدولة بتكلم عنه وحاجة زي كده. فانت بتبدأ تبص انت موجود في ان واحدة من الحاجات ديت. هل انت موجود هنا ولا هنا ولا هنا. اكيد انت مسلا لو بتكلم على دولة اكس موجود هنا. لو بتكلم على دولة بي موجود هنا. لو موجود على دولة زي موجود هنا. فتبدأ تقيم. ونبدأ نشوف الدول وصلت لفين كل دولة وصلت لفين. وده مهم جدا انه هو يتعمل بشفافية. محدثش يتعصب لبلد من بلاد. فيقول له ده احنا هنا. نروح مثلا للمرحلة اللي بعد كده مثلا. هو learning and education مثلا. على سبيل المثال. فيقول لك مثلا هنا مفيش عندي اي معلومات. والتعليم مش موجود. ومفيش اي خطوات للتعليم. تيجي بعد كده بقى في معرفة بالنظام هيبقى معاملة ازاي. التعليم هيبقى ازاي. المواضيع اللي هتدرس معروفة. هنا بقى خلاص موجود جوه الخطة بتاعت التطوير. وهكذا يعني الفاكرة كلها ان انت بدأت اطنين من واحدة واحدة بتبدأ تدرسها. بتبدأ تشوف الحاجات ديت. الحاجات دي كلها هننشرها طبعا بمقرابيا بالتفصيل بالتعريب ان شاء الله. ونبدأ نعملها فيديو ونشرح فيها المواضيع بتفصيل. الستاندرد هل انت عندك الستاندرد بارتس اند ديليفارابلس ولا لا. هنا ما عندكش سوق خالص ما عندكش بواب ما عندكش شاببيك ما عندكش شايحك خالص. مفيش عجب لكم منين انت شعب فقير. فالمرحلة اللي بعد كده هتبقى فيه خلاص بدأت ناس تظهر بالعناصر ديت وبقى الموضوع سهل. خلي بالك انت هنا لو انت عايز ترسم فيلا ممكن تقعد شهور لان انت كل شوية ترسم باب ترسم شباك ترسم من العصر للنقصة. هنا هتبدأ ممكن تشتري حاجة مثلا معينة. هنا خلاص بقت فيه الشركات بدأت تعمل حاجات دي جاهزة وتقدر تحملها منها. خطوة خطوة بتبدأ الموضوع يتطور. تبدأ تبص على الخرصة بتاعتك هنا وتبدأ تقول انا موجود في المنطقة دي هنا وفي المنطقة وصلت الهنا وهنا موجود في اول حاجة. هنا مش موجود خالص. تبدأ تطلع خرصة كده فتقول مثلا الدول الاولينية انا عندي بشكل دوت. هو وصل المرحلة دي ودي في الاهداف. هنا عندي مثلا الجزء ده ما نصلش حاجة خالص لسه في الاول. تبدأ تبص كده تبدأ تقيم الشركات. تبدأ تبص كده مثلا الدول الفلانية بكذا الدول الفلانية بكذا فتبدأ تعرف. يعني في دول مثلا وصلت لمستوى معين طب الدول في دول محتاجة. الناس عندها جزء معين فده المفروض الدولة تهتم بيه. او الشركات تهتم بيه عشان تعمل. بيم امبلميتيشن او ادوب او يعني تطوير لموضوع البيم في الدولة نفسها. بتبدأ تبص كده مثلا طب احنا عايزين نوصل مثلا على. الفين وعشرين مثلا الاعلى حاجة في البيم فبتقول مثلا في الفين وسبعتاشر. هنعتمد اول خطوة كذا في الفين وطمانتاشر نوصل لكذا. في الفين وطمانتاشر نوصل لكذا. في الفين وعشرين نوصل لكذا. معك التمن الحاجات للرئيسيين دول. خلي بالك انت ممكن تعمل كله صحي بس في واحدة واعة منك خلاص تروح ممضاعع لك القصة كلها. فلازم كلهم بيقى فيه تكامل. هنا تعمل استابلش بازيك استراتيجي اوبجيكتيف. انت عرفت انت وصلت لفين. فايه الخطوة اللي نقصه لك عشان تطبق البيم. انا ننقص لخطوة واحدة بس مثلا او اربع خطوات. طيب هاخد اللي اربع خطوات على كده. فلزاك مثلا تلاقي المانيا تقول لك احنا هنطبق مثلا البيم على سنة كذا. على الفين وعشرين. ليه قدت لك واحد دين ثلاثة هننوصل لكذا. بريطانيا من خمسة سنين قدت لك احنا هنوصل لالفين وستواشر. ابريل الفين وستواشر. يبقى يجباري مثلا. فبتبدأ تاخد خطوات فعلا جدية لحد ما تبدأ تطبقه. لان هي بتمسك كده تقولي احنا في الفين وستوعة عشر. مرحليا عايزين نعمل كذا. فالفين وستواشر ينوصل لكذا. وبعدنا كذا. وممكن مثلا محتاجين حد يقود البيم. فهنتوصل بفلان الفلاني يجي يقعد معانا يزبط لنا الفكرة تيجت. محتاجين مثلا الدكتور في الجامعة مثلا يزبط لنا الجوزي دوت. محتاجين يبقى عندنا مجلة في الموضوع دوت. خطوات كل. يعني مثلا على الفين وانتراشر نعمل كذا. الفين وعشرين نعمل كذا. قال لك مثلا احنا هنوصل لل. مستوى الثالث للبيم في بريطانيا على الفين خمسة عشرين. ليه لان هو ماشي منهج علمي. بيش ماشي يلا بينا يلا بينا. يركب الطيارة وروح عمل واحدة. لا هو ماشي بخطوات تيك 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 تيك. يقول لك مثلا. لانه نسل خطوتين على ما يبقى عندي. ده اعلى حاجة. هنمشي بايه. يقول لك واحد واثنين هنعملهم. هنعملهم واحد على فين وطمانداشر. وعلى فين وعشرين يكون احنا عملنا الخطوة الثانية. وعملنا. ويكون البيم خلاص ناضج. اتمنى اكون الفيديو سهل و بسيط. وشكرا لكم.